أقامت مدينة الملك فهد الطبية المؤتمر الدولي الأول من نوعه لمكافحة الأدوية المغشوشة برعاية من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيع وبحضور عددا من المختصين والمهتمين في القطاع الصحي وبمشاركة عددا من القطاعات الحكومية المهتمة بالشأن الدوائي المؤتمر اليوم في مدينة الملك فهد الطبية هو مؤتمر عن الأدوية المغشوشة يوضح المؤتمر هذا مساوي الأدوية المغشوشة سواء على الصحة العامة على صحة الفرد على تطور العلم الأدوية والعلاج كما يوضح المؤتمر أيضا أثر الأدوية المغشوشة على الاقتصاد العالمي ليس فقط كمصروفات ولكن ما يتبع هذه المصروفات من المخاطر التي تجلبها الأدوية المغشوشة على الصحة العامة بشكل عام ويهدف هذا المؤتمر إلى مكافحة غش الأدوية بالتعاون مع القطاعات الحكومية ذات الصلة ممثلة في هيئة الغذاء والدواء ودورها الحقيقي في القضايا على هذه الظاهرة علما بأن المتوسط السنوي لمبيعات الأدوية المغشوشة في العالم يصل إلى 75 مليار دولار سنويا حيث يلقى مليون ونصف المليون شخص حتفهم سنويا نتيجة لتناول هذه الأدوية مخاطر الأدوية المغشوشة على الفرد إنها ممكن تسبب فشل كلوي على مستوى يعني على مر السنين حتى ممكن إنها تسبب فشل في الكبد في بعض الحيارات ممكن تسبب إنها تسمم في الدم ووصلتنا حالات إنها تسبب يعني بعض الناس تسبب الوفا ويستقطب المؤتمر عددا من المتحدثين من داخل المملكة وخارجها يمثلون مؤسسة محاربة غش الدواء ومنظمة الصحة العالمية مهند المالكي للإخبارية الرياض